موسيقى السلام عليكم ورحمة الله أهلا بكم مشاهدين الكرام في نشرة الأخبار من قناة المرابطون وتتابعون فيها الطباء المضربون في موريتانيا يعلنون عن خطوات تصعيدية جديدة بينها الاستقالة الجماعية من رئاسة الأقسام الاستشفائية موسيقى إدارة مهرجان ليالي المديح في نواكشوت تلوح بتوقيفه بسبب عدم التوفر على الموارد المالية اللازمة لاستمراره مباحثات مرتقبة الاثنين بين الرئيس الدوري لمجموعة دول الساحل محمد يسوفو والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون موسيقى أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة أعلن الأطباء العامون والأخصائيون المضربون عن العمل بموريتانيا عن خطوات تصعيدية جديدة قد يلجأون إليها في حال لم تتعاطى الجهة الرسمية مع مطالبهم ولوح المضربون باستقالة جماعية من رئاسة الأقسام الاستشفائية بالمستشفى الوطني بنواكشوت واقتصار الحالات المستعجلة على مستشفى واحد بدلا من عدة مستشفيات كما قرروا التخلي عن عقود العمل التي تربط الأطباء المدنيين بالمستشفى العسكري وقال الأطباء في بيان صادر عنهم أنهم بصدد الطعن في قرار إقالة نقب الأطباء الأخصائيين من رئاسة قسم الأمراض الباطنية في المستشفى الوطني دعت رابطة الأطباء المقيمين والأخصائيين إدارة المستشفى الوطني في العاصمة نواكشوت إلى التراجع عن قرارها إقالة نقب الأخصائيين واصفتان الخطوة بأنها مخالفة صريحة للنصوص القانونية المنظمة لحق الإضراب ودعت الرابطة في بيان صادر عنها إلى جمعية عمومية لدراسة الخطوات المناسبة كما أكدت دعمها لأضراب الأطباء العامين والأخصائيين المستمر منذ أسابيع قال الخبير الإقصادي المغربي دكتور كميل الساري إن بلدان المغرب العربي تشهد نموان ديمغرافيا متزايدا مضيفا خلال حلقة من برنامج اللقاء أن هذا النمو إذا لم يصاحبه نمو على مستوى الاقتصاد فإنه يكون سلبيا وأكد كميل الساري خلال حلقة حول موضوع التكامل الاقتصادي أن الديمغرافيا تسير بتوازن مع النمو الاقتصادي إذا لم يكن هناك تصنيع إذا لم يكن هناك نمو اقتصادي فالديمغرافيا تلعب دور سلبي أي أن هؤلاء الشباب يأتون إلى سوق الشغل بالرغم أن العديد منهم متكونين ويحملون حامل الشهادات فلا يجدون شغل فالديمغرافيا هي دائما تسير وتمشي بتوازن مع النمو الاقتصادي إذا كان النمو الديمغرافي 2% يجب أن النمو الاقتصادي يكون 6% لذلك التكامل الاندماج الاقتصادي هو يعطينا تقريبا 3% أو 4% من الناتج الإجمالي للمحل الإضافي أي أن كل الدراسات البنك الدولي صندوق النق الدولي دراستنا نحن كذلك نحن درسنا بأنه النمو الاقتصادي الواسع هو مرهون ورهين بتشكيل سوق وفي شأن منفصل دعاكم إلى ساري دول الخليج إلى استغلال أموالها في مجالات استثمارية بشمال إفريقيا وإفريقيا جنوب الصحراء بدل إنفاقها في سندات نواسهم الأمريكية وأقترح أن أموال دول الخليج بدل أن تنفق في سندات أمريكية أو في أسهم وتخسر كما خسرت في 2008 خسرت 400 مليار دولار أنها لا تعطي لا أحد يعطي لأي أحد أنا ليس طباوي أقول يجب أن نعطي لهذا البلد أو ذاك لا لا هو استثمارات مربحة مصلحة مشتركة ونعلم مثلا جورس سوروس له أكبر مضارب في العملات لآخرين ماذا فعل؟ اشترى مزارع في الأرجنتين واشترى البقر واشترى الأراضي وقال أنا أستطمر في الاقتصاد الحقيقي لأنه دائم وأستطمر وأربح بدل هذه الأسهم وهذه المضاربات يجب على هذه الدول كذلك أن تدرك أنها في بعض لما ينتهي النفط والغاز في ربما خمسين أو مئة سنة أو أقل في بعض الأحيان يمكن أن تجد أراضي بدأت تشتغلها في إفريقيا فسواء إفريقيا الشمالية أو جنوب الصحراء وتشتغل وكذلك تنتج وهذه سلسلة القيام يشكل القائمون على مهرجان ليالي المديح في نواقشوت غياب الرعاية والدعم الرسمي لنشاطهم السنوية الهدف إلى إحياء فن المديح الشعبي ويقول القائمون على هذا المهرجان أن نسخته الخامسة الحالية قد تكون الأخيرة إذا لم يجد المهرجان دعما يضمن له الاستمرار بدل الاعتماد على الجهد الذاتي التفاصيل نتابعها في سياق التقرير التالي تراني ممديحية تكسر الصمت المطبق على ليالي مدينة واقشوت هكذا تبدو ليالي المديح النبوي في نسختها الخامسة مزج بين الترفيه وإحياء مروث ثقافي أصيل في موريتانيا وإذ لا تعدم ليالي المديح جمهورها المترنمة بالأهازيج والأنغام الشعبية الأصيلة فإن النسخة الجارية قد تكون الأخيرة بفعل غياب الدعم والرعاية الرسمية وعدم قدرة منظمها على الاستمرار في الاعتماد على المجهود الذاتي كل مرة نجد صعوبات كثيرة بتبني هذه المؤسسات هذا المهرجان ونحن لحقنا مرحلة من التنظيم ومن الأمور الكل المتعلقة بالوسائل اللوجستيكية والمالية لحقنا مرحلة نحن ماتين باستطاعة وتتعالى الدعوات من طرف المهتمين بهذا الموروذ الثقافي الشعبي إلى النهوض به والعمل على أن يظل حاضراً في الحياة الثقافية والاجتماعية الموريتانية وهو ما لا يمكن أن يتحقق إلا بتضافر جهود الجميع يقول هؤلاء الداعين الفاعلين الاقتصاديين الموريتاني كاملين منهم يساعدوا هذا المركز مركز تراني في حاله يعود يقد يتم يعدل بهذا المهرجان بصفة مستمرة كل رمضان ومدة رمضان كاملة باللي هو الحقيقة ضروري هو وحده المدح ووحده اللي ما يفرق الجماعة ويعتبر هذا المهرجان الصوت الوحيد لفن المديح الشعبي الموريتانية والجهد الوحيد الساعي إلى إحيائه بعد أن أصبح أو كاد يصبح في طي النسيان مهرجان ليالي المديح حدث سنوي يقول القائمون عليه إنهم يسعون من خلاله إلى نفض الغبار عن موروذ ثقافي بات يقاوم من أجل البقاء مقاومة تتجسد في بعض الجهود الذاتية والأهلية يسعى أصحابها إلى أن يظل هذا الموروذ حاضرا في الذاكرة الشعبية حاله حال العديد من الألوان الثقافية والألعاب التقليدية الأصيلة التي لم يعد لها حضور كبير في حياة الموريتانيين اليوم بفعل تغير السياق واهتمامات الأجيال حفظ السارك المرابطون وكشو إقليميا يرتقب أن يجري الرئيس النجاري محمد دويسوف والرئيس الدوري لمجموعة دول الساحل مباحثات الاثنين بقصر الإلزة مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ويرتقب أن يتطرق الطرفان للوضع الأمني في منطقة الساحل والتحاضيات التي تواجه نشر القوة المشتركة الإفريقية المدعمة من ضرف فرنسا أجرى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مباحثات مع الرئيس الرواندي الرئيس الدوري للاتحاد الإفريقي بول كاغامي بالعاصمة كيغالي وشملت المباحثات بين الطرفين التعاون الاقتصادية والتجارية كما تطرقت المباحثات للأمن ومحاربة الإرهاب ويصل حجم التبادل الروسي الإفريقي حوالي 15 إلى 20 مليار دولار وتساعد لتنظيم منتدى للأعمال في موسكو سيحضره بعض القادة ورجال الأعمال الأفارقة دعت المعارضة في مالي إلى استقالة الوزير الأول سوميلو بوبي مايغا من منصبه إثر القمع الذي تعرضت له مسيرة للمعارضة وخلف إصابة 30 شخصا بجروح بينهم بعض القادة وأحد المترشحين للانتخابات الرئاسية القادمة وكانت المعارضة المالية قد خرجت السبت في مظاهرات سلمية غير مرخصة تدعو لتنظيم انتخابات شفافة واشتراك مختلف الأطراف في مسار تنظيمها نتابع المعارضة المالية تدعو الوزير الأول سوميلو بوبي مايغا إلى تقديم استقالته من الحكومة بعد قمع مظاهرة سلمية خرجت السبت في العاصمة باماكو تطالب بتنظيم انتخابات شفافة ونزيهة واشتراك مختلف الأطراف في عملية التحضير لها وتحدثت المعارضة المالية عن 30 جريحا في صفوفها قالت إنهم يتلقون العلاج في المستشفى الجامعي باماكو بينهم ثلاثة من القادة السياسيين الحزبيين أحدهم رشح للانتخابات الرئاسية المقبلة واتهمت المعارضة في بيان صادر عنها نظام إبراهيم ببكر كيتا بالسعي إلى إرهاب القوى الديمقراطية في البلاد وقد أصدرت الأمم المتحدة بيانا دعت فيه الفاعلين السياسيين في البلاد إلى التزام الهدوء وإجراء حوار من أجل تهيئة بيئة مواتية قبل الانتخابات الرئاسية المرتقبة كما نددت بحظر المعارضة من الاحتجاج ودعت الأمم المتحدة النظام المالي إلى حماية حقوق الإنسان في البلاد ومن ضمنها الحق في حرية التعبير والتظاهر السلمي وكانت السلطات المالية قد رفضت الترخيص لمسيرة المعارضة التي خرجت السبت وأكدت أن حالة الطوارئ لا تزال سارية المفعول في البلاد وأن الاحتجاجات من شأنها التأثير على الاستقرار وقد خرجت تنسيقية من أجل التنوب والتغيير في مسيرة رافضة للتحضير للحالية الجاري للانتخابات معتبرة أنه لم تشرك فيه مختلف الأطراف ومتهمة كيتا بالسعي إلى تنظيم انتخابات أحادية وكان الرئيس المالي إبراهيم ببكر كيتا قد أعلن قبل أيام ترشحه للانتخابات الرئاسية المرتقبة في 29 يوليو المقبل وقد وصل عدد المترشحين لها نحو 15 مترشحا بينهم معارضون ومستقلون بينهم مستقيلون من المؤسسة العسكرية يقود الرئيسان الغني والغني وساطة بين النظام والمعارضة في جمهورية التوغو وسبيلا إلى إنهاء الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد منذ شهور وسيسعى الوسطان المبعوثان من طرف المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا التي رأسها الرئيس التوغولي إلى استئناف الحوار السياسي بين الطرفين متابع المزيد من التفاصيل في سياق هذا التقرير وساطة جديدة من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا يقودها الرئيسان الغني ألفا كوندي والغانين ناكو فؤادو بين النظام التوغولي ومعارضته قصد التواصل إلى حل سلمي ينهي الأزمة القائمة في البلاد منذ أشهر وتطالب المعارضة الرئيس التوغولي فورنيا سينجبي بمغادرة السلطة وفتح الباب أمام رئيس جديد يتولى الحكم في البلاد معتبرة أن خمسين عاما من حكم رئيس وابن تكفي من إجل التناوب على السلطة وكانت المعارضة قد نظمت مسيرات في العاصمة اللومي وبعض المدن الداخلية تدعو فيها للعودة للعمل بمقتضى الدستور الذي ينص على مأموريتين للرئيس غير أن النظام والأحزاب السياسية الدائمة له تدعو لأن يبقى الرئيس في السلطة لمأموريتين لكن بدءا من الانتخابات الرئاسية القادمة وهو ما يعني بقاءه في السلطة لما بعد 2030 وقد شهدت المعارضة سقوط عدد من القتلى والجرحى خلال الاحتجاجات التي خرجت فيها كما اتقل عدد من مناضلها ودخلت في حوار مع النظام بواسطة إقليمية لكنه وصل الباب المسدودة دون أن يتمكن طرفان من الوفاق وتحاول الوساطة استناف الحوار من جديد قصد توصل إلى حل سلمي تنتهي بموجبه الأزمة السياسية المتصاعدة لكن تصلب الطرفين على موقفهما يصعب إمكانيات تحقيق ذلك وسبق للمعارضة المحتاجة أن قللت من شأن دور المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا في الوساطة حيث يتولى خصمها رئيس البلاد رئاستها الدورية بل إنها اعتبرتها في إحدى المرات طرفا مع الرئيس في موقفه مما يجري بالبلاد مغاربيا أعلن في الجزائر عن انحراف طائرة عسكرية عن مسارها ما تسبب في إصابة طاقمها بجروح وصفت بالطفيفة وفق بيان صادر عن وزارة الدفاع الجزائرية وكانت الجزائر قد شهدت شهر أبريل الماضي حادثة تحطم طائرات تسببت في وفاة 257 شخصا كانوا على متنها تفاصيله فنتابع هذا من هذا التقرير الإعلان في الجزائر لاحد عن انحراف طائرة عسكرية عن مسارها بمدرج القاعدة الجوية ببسكره مما تسبب في إصابة طاقمها بجروح طفيفة حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الجزائرية نقلته وكالة الأنباء الرسمية للبلاد ووفق ما ذكره البيان فإن الطائرة العسكرية المنحرفة عن مسارها اليوم لم تكن تحمل ركابا غير طاقمها وهو الطاقم الذي وصيب أفراده بجروح وصفها البيان بالطفيفة كما أصيبت الطائرة بأضرار مادية لم يحدد حجمها وعلى إثر الحادث يضيف بيان وزارة الدفاع الجزائرية تم التكفل بالمصابين وأمرت القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي بفتح تحقيق قصد الكشف عن الملابسات المحيطة بهذا الحادث ويعيد الحادث الجديد على محدوديته إلى الأذهان حوادث مشابهة ففي الحادي عشر من شهر إبريل الماضي عرفت منطقة البليدة بالجزائر تحطم طائرة عسكرية أخرى وعد الحادث الأسوأ في تاريخ الجزائر إذ تسبب في مقتل 257 شخصا بينهم عدد من طاقم الطائرة إضافة إلى نحو 30 شخصا من جبهة البوليساريو وأما البقية فعسكريون جزائريون وعائلاتهم وتفوق هذا الحادث في حصلته على حادثين مشابهين أحدهما في عام 2003 والآخر عام 2014 تسببا في مقتل العشرات وقد أرجع إلى خلل فني في الطائرة انتبه له الملاح بعد الإقلاع وقال حينها وهو يتلقى العلاج بعد نجاته من الحادث إنه انتبه للخلل وعلم أن طائرة ساقطة لا محالة فتعمدت توجه إلى مناطق غير آهلة بالسكان لتجنب سقوط مزيد من الضحايا وفق ما تداولته الصحافة الجزائرية عن ذاك يذكر أن طائرة الشحن العسكرية التي تحطمت بريل الماضي هي من طراز اليوشن EL-76 روسية الصنع فيما كانت الطائرة المنحرفة عن مسارها العحد C-130 هيركلز أمريكية الصنع دعا رئيس اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلسي باتر بافل إلى تكثيف التعاون من أجل أن تتجاوز ليبيا الوضع الحالي الذي تعيشه مبديا استعداد حلف الناتو للمساعدة في عادة بناء المؤسسات العسكرية ولمنية في البلاد وكان خبراء ومسؤولون ليبيون قد حذروا مؤخرا من تحركات أمريكية تسعى لإنزال قوات أمريكية في ليبيا في إطار الترجيز للانتخابات وذلك من أجل إنشاء قاعدة عسكرية في البلاد التفاصيل في هذا التقرير أكد رئيس اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلسي الناتو باتر فافل أن الوضع الحالي في ليبيا يستدعي تعاونا مكثفا أكثر من أي وقت مضى بين عدد من الدول والأطراف التي تنسق جهودها ضمن شراكة الحوار المتوسطي كاشفا عن استعداد الحلف لمساعدة ليبيا في إعادة بناء مؤسساتها الأمنية والعسكرية من بينها وزارة الدفاع وقيادة الأركان وجهاز الاستخبارات وفي ذات السياق حذر خبراء ومسؤولون ليبيون من تحركات أمريكية خلال الفترة الراهنة لإنزال قوات أمريكية في ليبيا بزعم التجهيز للانتخابات بهدف إنشاء قاعدة عسكرية من ناحيته قال أحمد الصويعي المتحدث باسم منظمات المجتمع المدني سابقا لوكالة سبوتنيك الروسي إن الأطمع الأمريكية بشأن إنشاء قاعدة عسكرية في ليبيا قديمة وأنها تسعى طوال الوقت لذلك وأضاف أنه لا يستبعد أن تتخذ الولايات المتحدة عملية الانتخابات الليبية ذريعة للدخول بزعم تأمينها وذلك بتنسيق مع الأطراف المرتهنة بالخارج وشدد على أن الشعب الليبي لن يقبل بوجود أي قوات أجنبية على أرضه تحت أي مزاعم وأن الشعب الذي ذار سنوات لطرد قوات الاحتلال من على أراضيه سابقا لا يمكن أن يرتضي عودتها مرة أخرى وفي ذات الإطار كشف حسن المبروك يونس عضو الأمان العامة لمؤتمر أنصار النظام الجماهيري والقوى الوطنية الليبية عن تحركات واشنطن طوال الفترة الماضية من أجل تحقيق هدفها القديم بإقامة القاعدة على الأراضي الليبية لبسة السيطرة على شمال إفريقيا وأضاف أن عملية تأمين الانتخابات الليبية قد تشكل ذريعة التي تدخل بها القوات الأمريكية للأراضي الليبية وبعدها يمكن الحديث عن عملية نزع السلاح ومواجهة الميليشيات وهو الأمر الذي قد يدفع بعض الأطراف للقبول بذلك الأمر خاصة الأطراف التي لا شعبية لها مما يجعلها تستند على الظاهير الخارجي لتحقيق أهدافها وأشار إلى أن منطقتين سيرت والجفر قد تكونان الهدف الولايات المتحدة في إقامة القاعدة وذلك للمكان الاستراتيجي في عمق ليبيا ووجود سيرت على الساحل مما يساعدهم في تعزيز قواتهم بشكل أفضل في أوقات الاضطرابات بحث وزير الشون الخارجية التونسي مع وفد أوكراني سبل تعزيز العلاقات بين البلدين والمشاريع الاستثمارية المتاحة قصد تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية تعيش تونس بعض التحديات الاقتصادية والسياسية كان آخرها إلغاء رئيس البلاد وثقة قرطاج أما على الصعيد الاقتصادي فتتبر البطالة أبرز المشاكل المهثلة متابع التفاصيل في سياق التقرير التالي وزير الشؤون الخارجية التونسي خميس الجهيناوي يلتقي وفدا أوكرانيا ويبحث معه سبل تطوير العلاقات والاطلاع على عمل مؤسسات أوكرانية محمد سليم العطي مالك ومدير عام مجموعة الأمير تركي الاستثمارية في أوكرانيا كشف للوزير التونسي خلال اللقاء عن المشاريع الاستثمارية لمؤسسته في أوكرانيا والدور الذي يمكن أن تلعبه في تطوير العلاقات الاقتصادية والتشارية بين أوكرانيا وتونس إضافة إلى فرص تبادل الخبرات وجد بالاستثمارات بشتى المجالات وأشهد العطي بالخبرات العملية والعلمية الكبيرة التي قال إن تونس تحتويها مؤكدا أن السوق الأوكرانية بحاجة إلى الأيد العاملة التونسية وقال محمد فرج الله وهو صحفي ورئيس تحرير صحيفة أوكرانيا يزور تونس ضمن الوفد المذكور إن صحيفته تول اهتماما لنشر أخبار تونس باللغة الروسية لإطلاع القارئ الأوكراني على ثقافة وحضارة وتاريخ الشعب التونسي معلنا رغبة إدارة الصحيفة بالتعاون الوذيق مع الوزارة بما أكد ممثل الجالية التونسية في أوكرانيا طارق العلوي للجهناوي على ضرورات توفير الرعاية للجالية لتكون خير امتداد لتونس في الخارج مشيرا إلى أن نشاطات أقامتها الجالية كان لها الصدى الإيجابي مبرزا من بينها إحياء عيد الاستقلال والمشاركة في المهرجانات الثقافية والمعارض التجارية والسياحية في العاصمة أوديسا من جهته أشهد رأس الدبلوماسية التونسية بعلاقات بلاده مع أوكرانيا والنهج الإيجابي في التفاهمات السياسية والتجارية والعلمية على حد قوله ويأتي لقاء وزير الخارجية التونسي بالوفد الأوكراني الذي ترأسه سفير البلاد لدى تونس ميكولا ناهورني في وقت تعيش فيه تونس العديد من التحديات آخرها أزمة تشكيل الحكومة بعد إلغاء وثقة قرطاج المتمخضة عنها الحكومة الحالية فضلا عن أزمات الاقتصاد والبطالة المستفحلة منذ عهد الرئيس الأسبق زين العابد بن علي استنكرت القوى الوطنية والإسلامية في محافظة رأم الله موقف الولايات المتحدة الأمريكية المتمثل في استخدامها الفيتو من أجل إفشال قرار الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ودعت القوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية في بيان صادر عنها إلى التعامل رسميا وشعبيا مع الولايات المتحدة الأمريكية ودولة الاحتلال الاسرائيلي على حد السواء التفاصيل في التقرير التالي ونأسف منكرة فيتو نقضي الوقحة هالثة أثافية الرسمية الأمريكية أصدرت القوى الوطنية والإسلامية في محافظة رأم الله والبيرة بيان استنكرت فيه موقف الولايات المتحدة الذي قالت إنه يؤكد مدى شراكتها الكاملة مع دولة الاحتلال عبر استخدامها الفيتو لإفشال قرار الحماية الدولية للشعب الفلسطيني داعية إلى التعامل رسميا وشعبيا واقتصاديا مع الولايات المتحدة تماما مثل دولة الاحتلال ووقف استئناف أي نوع من العلاقات معها إلا إذا تراجعت عن مواقفها تجاه الشعب الفلسطيني وقد تضمن بيان القوى الوطنية والإسلامية النقاط التالية التجمع عند دوار المنارة رفضا لاستهداف طواقم الطبية وتحية للروح شهيدة الواجب الإنساني الممرضة رزان النجار الاعتصام أمام مقر الأمم المتحدة قرب قصر رام الله الثقافي للمطالبة بتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني الذي يرزح تحت نير الاحتلال في الذكرى الحادية والخمسين لاحتلال الأراضي العربية والفلسطينية في عدوان سبعة وستين عدى المؤسسات الرسمية الأمريكية في ظل مواقف الإدارة الأمريكية الداعمة للاحتلال لا تتمتع بأي حماية من أي نوع كان ودعوة الجهات الرسمية لإغلاقها ووقف أنشطتها في الأراضي الفلسطينية تحمل الاحتلال المسؤولية عن انفجار السجون مع توجه لإعلان أكثر من خمسمائة معتقل إداري عزمهم الشرع بإضراب مفتوح عن الطعام على دفعات وأهمية الالتفاف خلف القرار وإسناده شعبيا ووطنيا تصنيف يوم الجمعة القابل يوما للقدس بتزامن مع فعاليات العودة في القطاع يوما للتصعيد والزحف لحماية القدس وأداء الصلاة فيها تأكيد أهمية المقاطعة لمنتجات الاحتلال وتوسيع ثقافة المقاطعة وتنظيف الأسواق والمحلات التجارية والبيوت منها إلى هنا مشاهدين الكرام نصلوا نهاية هذه النشرة وقد تابعتم فيها الأطباء المضربون في موريتانيا يعلنون عن سطوات تصعيدية جديدة بينها الاستقالة الجماعية من رئاسة الأقسام الاستشفائية إدارة مهرجان إليالي المديح في نوكشوت تلوحه بتوقيفه بسبب عدم توفر على الموارد المالية اللازمة لاستمراري مباحثات من مرتقبتنا الاثنين بين الرئيس الدوري لمجموعة دول الساحل ومحمد إلسوف والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة